السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة اليوم بإذن الله هنتعرف مع بعض على حرف جديد يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ما ما مي مي مو مو يبقى نقول تاني مع بعض ما مي مو ما لما بيكون عندنا علامة الفتحة على الحرف مي لما بيكون عندي علامة الكسرة أسفل الحرف مو لما بيكون عندي علامة الضمة على الحرف ما مي مو تعالوا نشوف أشكال حرف الميم حرف الميم ليه أشكال مختلفة تعالوا نشوف أشكاله حرف الميم ممكن شكله يبقى كده وممكن كمان يبقى كده ده شكل تاني الحرف الميم وممكن يبقى كده طيب تعالوا نكتب مع بعض كلمات بحرف الميم الكلمة الأولى معنا هي مصر 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 طيب تعالوا نشوف مي 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 يبقى هنختار الكسرة مي مي مصر مصر مي مي وهناخد حرف الميم أول الكلمة شكله ده يبقى خدنا الشكل دوت أول الكلمة وهناخد علامة الكسرة مي مي مصر 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 طيب تعالوا نشوف كلمة تانية مطر مطر م م مطر مطر ما 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 مطر ط ط ر مطر مطر يبقى احنا برضو أخدنا حرف الميم أو الكلمة وما ما ما علامة الفتحة مطر مطر طيب كلمة تانية معلم 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 الكلمة دي فيها حرفين ميم م م م م يبقى ضمة م م م م م ع ع م ع ل معلم في ميم تاني آخر الكلمة طيب ناخد بالنا كده معلم معلم هنا ميم أول الكلمة وحطنا لها ضمة مو 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 وميم آخر الكلمة معلم معلم أخدنا الشكل ده شايفين معلم طيب تعالوا نشوف كلمة تانية أمي 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 أ أ أ أ أمي عرف الميم وبعد كده أمي 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 ده. شايفين ازاي? هنفهم ليه اخترنا الشكل ده بعد ما نكتب باقي الكلمات. خلاص? يلا تعال نشوف الكلمة اللي بعدها. شمس. 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 شم. شوفنا. اخدنا حرف الميم. الشكل ده. شايفين? شمس. 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 طيب اخر كلمة هنكتبها هي ام. 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 اخدنا الشكل ده. طيب تعالوا نراجع مع بعض الكلمات اللي احنا كتبناها دلوقتي. ونفهم ليه? اخترنا في كل مكان هنا شكل حرف ميم مختلف. الاول مبدئيا عندنا ايه? ما. مي. مو. ما. مي. مو. ما. مطر. ما. ما. مطر. شايفين? ما. علامة الفتحة على حرف الميم. ما. مطر. مي. مي. مصر. مي. مي. مصر. شايفين? الكسرة اسفل حرف الميم. مي. مصر. مو. 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 معلم. مو. معلم. علامة الضمة على الحرف. ما. مي. مو. ما. مي. مو. طيب تعالوا نشوف اشكال حرف الميم المختلفة. حرف الميم اول الكلمة هو دايما الشكل ده. ده شكل حرف الميم اول الكلمة. عادي حرف الميم هنا اول الكلمة. اول الكلمة. اول الكلمة. هو دايما الشكل ده. ما فيش أي شكل تاني هنختار طيب تعالوا نشوف مع بعض حرف الميم وسط الكلمة يعني حرف الميم وسط الكلمة يعني فيه قبله حرف وفيه بعده حرف يبقى عندنا مثلا كلمة شمس زي ما احنا شايفين قبله حرف طيب اخترنا الشكل ده في وسط الكلمة وعندنا برضو كلمة أمي اخترنا الشكل ده طب ليه هنا اخترنا الشكل ده وهنا اخترنا الشكل ده الموضوع بسيط جدا هنا اخترنا الشكل ده لان حرف الالف ما بيتوصلش بالحرف اللي بيجي بعده من الناحية الشمال ما بيرضاش يتوصل ما فيش هنا حرف الالف ماينفعش ان انا اعمل خط كده لو عملت خط كده يبقى غلط لازم على طول يبقى فيه فراغ بعد حرف الالف من الناحية الشمال عشان كده اخترنا الشكل ده طيب وليه هنا اخترنا الشكل ده اخترنا الشكل ده لان حرف الشين بيتوصل بالحرف اللي بيجي بعده من الناحية الشمال وعشان كده طلعنا الخط الصغير ده طيب يبقى حرف الميم وسط الكلمة هو الشكل ده زي ما احنا شايفين هنا او الشكل ده اللي هو نفس شكل حرف الميم اول الكلمة طيب تعالوا نشوف حرف الميم اخر الكلمة حرف الميم اخر الكلمة يعني اخر الكلمة يعني ما فيش بعض حروف زي كلمة معلم عندنا هنا حرف الميم آخر الكلمة آدي الشكل ده وعندنا كلمة أم آدي حرف الميم آخر الكلمة ما فيش بعده حروف يبقى حرف الميم آخر الكلمة ممكن يبقى الشكل ده أو الشكل ده طيب ليه في شكلين مختلفين الموضوع بسيط بنختار الشكل ده اللي مش متوصل بالحرف اللي قابله عشان هنا عندنا حرف الألف وعرفنا أن حرف الألف ما بيتوصلش من الناحية اليسرى من الناحية الشمال فهنختر الشكل ده وليه اخترنا هنا الشكل ده عشان حرف الميم قبله حرف اللام وحرف اللام بيتوصل عادي من الناحية الشمال عشان كده طلعنا الخط الصغير اللي احنا شايفينه هنا يبقى عندي هنا شكلين لحرف الميم ممكن يكون الشكل ده او الشكل ده طيب ايه الملخص الملخص انه عندي هنا ما مي مو ما مطر مي مصر مو معلم ما اول الكلمة زي كلمة مصر مطر معلم عندي حرف الميم وسط الكلمة ممكن يكون الشكل ده او الشكل ده الشكل ده هوت زي كلمة امي والشكل ده زي كلمة شمس حرف الميم اخر الكلمة ممكن يكون الشكل ده او الشكل ده الشكل ده هوت اللي هو بيتوصل باللي قبله زي كلمة معلم والشكل ده المنفصل زي كلمة قم أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ونشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة